اشتركوا في القناة الامنية التنظيمية مثمنا التعاون الكبير الذي ابداه من دوبو حملات الحج البحرينية خلال الاجتماع السنوي الذي تقيمه البعثة وذلك لتوضيح ومناقشة عملية تفويج الحجاج بين المشاعر المقدسة بعرفات ومزدلفة وميناء مشددا بان تعاون الحملات البحرينية والتزامها بخطة التفويج جزء مهم في انجاح التفويج الذي تشرف عليه اللجنة الامنية واضف بان هذا الاجتماع يرسم الخطة الشاملة المتفق عليها بين بعثة مملكة البحرين والجهة الامنية السعودية من خلال تحديد الممرات التي سيسير بها الحجاج والمداخل والمخارج وترتيب تحرك الحملات وتوجههم لمحطات قطارات المشاعر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر